ونحن جينا والله ما شايلين حقد ولا حسد ولا غل خايفين على العباد من عذاب الله تعالى خايفين عليهم بعدين يوم القيامة يتفاجئوا لما الناس يجب التوحيد يا جماعة زولة ولا قال الله بالعقيدة الصحيحة النار ما بتاكلوا من تمشي يا الله جاهز ماذا كنتم تعبدون كنا نعبدك وحدك لا شريك لك النار ما بتاكلك في صيح البخاري ومسلم عن عتبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله في صيح البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عليك الله اسمعوا الحديثة قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي حديثة في البخاري قال فأتينا الحرة محل حصحاص أسود وبالليل فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال لي أبي ذر إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة الناس الفي الدنيا قروش كثيرة وما بيصدقوا وما بأدوا الزكاء إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا يعني تصدق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ما أحب أن يكون لي مثل هذا ذهبا وأشار إلى الجبل في ظلمة الليل إلا أنا أقول بي هكذا وهكذا وهكذا ثم قال في ظلمة الليل يا أبا ذر مكانك أي إلزم مكانك لا تبرح هذا المكان ما تتحرك قال ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى في ظلمة الليل فسمعت صوتا يعني صوت أجنحة قال فخشيت عليه فتذكرت قوله مكانك قال ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت صوتا حتى خشيت عليك قال أو قد سمعته قلت بلى يا رسول الله قال هذا جبريل أتاني فأخبرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق في غير البخاري قال وإن زنا وإن سرق رغم أنفئ بذر أي سيدخل الجنة شكيه البلاقة الله بالتوحيد والعقيدة الصحيحة الله بيتجاوز عنه والله بيغفر له في مسند الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام ينادى رجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيخرج فتنشر له تسعة وتسعون سجلا كلها مد البصر أي من الذنوب والمعاصي فيقول له الله تعالى يا عبدي أتنكر شيئا من هذا فيقول لا يا رب أظلمك كتبتي الحافظون في رواية فيقول لا يا رب ألك عذر فيقول لا يا رب ألك حسن فيقول لا يا رب ينسى قال فتخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله قال النبي عليه الصلاة والسلام فتوضع في كفة وهذه السجلات في كفة فتطيش السجلات وفي رواية ولا يثقل مع اسم الله شيء التوحيد لما نخد في الميزان ما في شيء أدقل منه بغادي لأنه دي العقيدة الصحيحة لأنه زول بيجي يا الله يا الله أنا في الدنيا ما شفتك لكن أنا مؤمن بك يا الله أنا ما كنت بلجأ إلا لك يا الله أنا ما كنت بتوكل إلا عليك يا الله أنا كان أدعك اتفك صحيحة في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار ثلاثة رجال قال ثم يؤمر بهم قال فيقول أحدهم يا ربي ما كنت أظن بعد إذ أخرجتني منها أن تردني إليها فيقول قد غفرت لك أزول يحسن الظن بالله أزول يلجأ إلى الله أزول يتضرع إلى الله لو عمرك تزعين سنة وما عندك جنة أرفع يدك لأله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر على الكبر قال ابن كثير عمره أربع وثمانون سنة وقال سبع وثمانون سنة وقال خمس وثمانون سنة إحدى هذه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع لسميع شنو لسميع الدعاء لأنه دعاء الله سبحانه وتعالى لأنه لجأ إلى الله كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية عاود نفسك أي شيء تلجأ إلى الله بشر ديل ما عنده شيء الخلق ديل باختصار ما عنده ني شيء لا عنده الرزق رزقك فوق لا عنده جنة الجنة من فوق لا عنده صحة الصحة من فوق وإذا مريضت فهو يشفين لا عنده مغفرة المغفرة فوق لا بيملك جنة الجنة فوق لا بيملك نار النار عند الله هو الذي يتصرف فيها النار بيده سبحانه وتعالى في أسفل سافلين وهو فوق كل شيء يأمرها وينهاها ويأمر الخلق أجمعين وهو العظيم وهو الملك يا ناس إذا السماء من السماوات السبعة لو خدت معاه الأرض سمى واحده خدتها جنب الأرض الأرض مع السماء كحلقة ملقات في فلاء سلسل قطعت منه حلقة واحدة رميت في صحراء دي الأرض مع السماء وهين سبع سماوات والسماوات السبعة مع الأرض إخدتين جنب الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي مع العرش العرش أكبر من الكرش وبعد فوق العرش الرحمن على العرش استوى حجابه النور حجابه النور تجلى للجبل العظيم فجعله دكا ما أعظمه وما أكبره الكبير المتعل لا تدركه الأوهام ولا العقول عظيم لولا أن الله يثبت أهل الجنة لما استطاعوا رؤيته جميل يحبه الجمال وهو فوق كل شيء لا يخفى عليه من الخلق لا تخفى عليه خافية يعلم دبيب النملة ويعلم ما في بطن النملة يعلم عدد الحصى يعلم كل شيء وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين يا ناس عظموه والله بتنجو وحدوه ما تنادو غيره ألجأوا له إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلوا لأله وخلوا شغلتكم مع الله مباشر طوالي